السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم معنا اليوم أحبائي حبيبتي فيديو جديد ووصفة جديدة اليوم ان شاء الله سنحضر معكم واحد الوصفة رائعة واحد الاجلس من أروع ما يكون كمية كثيرة ولكن مكونات قليلة بزاف كيفما كتعرفوا الحرارة هذه الأيام إذن لا جلاس كيكون مناسب لها الحرارة إذن قدي نقدموا هذا الايس بواحد المكونات جد بسيطة وكمية كثيرة وروعة في المدق إذن على بركاته الله نبدأوا في المقادير نبدأوا في المقادير والطريقة مباشرة أنا خديت واحد الـ 200 جرام ديال كريم فراش ولكن خديتها بودرة لأن وجتها متواجدة خديتها يعني جوج الكيسان ديال العنبا أضفت ليهم واحد نصف ليتر ديال الحليب بالنسبة للحليب ولا الكريم شانتيلي كنت وضعتهم في تلاجة الحليب وضعته في المجمد شي ساعة والكريم شانتيلي وعملتوا تقريبا حتى هو شي ساعة باش يبردهم زيان خديت طراب ليد الكهرباء يعفون حاولت نحرك لولب لما نشغل الطراب باش ما اضطر ليش الكريمة ديالي ثم بعد ذلك بديت كنت طراب إذن ما أخذت ليش بزفت يعني وقت ما أخذت ليش تخمسة ديالتقايق وطلعت لأن الكريمة كانت بردة والحليب التهوى كذلك كان بعد إذن تطربوا مزيان حتى تطلع علينا هاد آآ لالا لقلس هذا تطلع علينا هاد الكريمة مزيان إذن آآ كما كتشوفو جوج المكونات أساسية فقط لا غير الكريم شانتي أو الكريم باتيسير وضفت ليها آآ مثلا ضفت ليها الحليب إذن المنكيهات بالنسبة للمنكيهات كتبقى اختيارية كل واحدين كهوزين باللي بغى إذن كيف ما كتشوفو أنا أختيتها سباتيولا هادي وبديت كان نحاول نحرك باش مبقى لياش شي جانب ماشي مخلط مزيان بعد ذلك خديت واحد الصاشي ديال الأوريو وبديت كان ندقو شوية باشي تهرمش لي بيبقاش حبات كاملين إذن قطعتو أو هرمشتو مزيان ثم خديتو وأضفتو لهذا الخاليط هذا فسي تضيف شي أخرى يضيف أي حاجة كوكيز مثلا деле ألا شكولات أو حبيبات أو sounds تنكهو بها هذا القرص نخلطه جيد وكيف ترى دائما تخلط من الأسفل لأعلى وغرب شوية لانا 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 تنزل الكريمة بعد ذلك اخذت المول هذا الانوكس واخذت بسكوي اي بسكوي يكون عندكم الريس او مثلا او اي بسكوي متواجد مهم يكون يملأ لكم المول ثم اضفت فوق الكريمة اللي جهزتها اضفت تقريبا يبقى لي غير واحدة شوية من المول اللي اخذته وبعد ذلك نزين او نحاول نسوي الوجه ديال هاد هاد المول هذا نسويه مزيان وبعد ناخده شوية ونبقى نضربه شوية على سطح العمل باش تملالية كل شي الفراغات ديال المول اذا نسوي الوجه مزيان كيف ما كتشوفوه بعد ذلك غدي ناخده حد طبقة تانية ديال البيسكوي وغدي نعملها فوق هاد الكريمة هادي نسوي ونعملها بحيت ما يبقى ليش الفراغ ديال فوق ايبان اذا كيف ما كتشوفوه انا بحال هنايا استعملتو حد طبقة ولكن ما جاتنيش بدلتها اذا انتم بنفس الطريقة اذا كان عندكم شي بسكويت طويل كتر من هاد يغدي يوفيريكم الغرض احسن من هاد هاد اللي عملتو انا ولكن على كل حال الطريقة هي هاد اذا نغطي كما نكملي نكمل هاد العمل ديالي ناخد فيه المالي مونتر نغطي الايس ديالي او الاغلاس ديالي مزيان بحيت باش ما يتخلش الهوام اللي او الروائح مين غدي نديرو في المجمد وناخدوه نعملو في المجمد مستدس ويحتى الليلة كاملة انا احتفط به الليلة كاملة في المجمد وغد علي في الصباح هاده هي النتيجة اللي حصلت عليها اذا اخديت هادك الاغلاس ديالي واخديت الطبق اللي غدي ننزل فيه بعد ذلك اخديت المينشافة او الوحد الزيف يكون عندين قيف الضر ديالي اخديتو وفزقتوه مزيان وجبتو بقيت كان اخدو وندوزو على الاطراف ديال هاد المول هاده علاش باش يدير لينا باش يسخل لينا اه القاع ديال هاد المول هاده وباش مديمشي وغدين حننزلو ندمولي وهاد الايس هاده او هاد الاغلاس هاده كي يجي سهل وينزل لينا بكل سهولة اه انا ما اكتفيتش بهاد الشي هاده ولكن اخديت حتى واحد الموسبحة المتال عندي اكا ودوزتو على الاطراف كامل ديال لاغلاس باش نسهل اه باش نسهل عليا مليه غادي مشي نفرغ على في المول ديال التقديم او في الصحن ديال التقديم بها الطريقة هاده حتى نكمل كل شي ثم نحاول نقلب هاد الاغلاس لانه في الصحن ديال التقديم غادي تقلب ليه غادي تحيد ليه بكل سهولة كيف ما كتشوفوه اذا ما شاء الله اه جاب الطريقة اللي بغيناها انا ما زال ما كاش عندي البيسكوي عريض عفوا طويل او لا عريض هي يعني غادي اخد كل شي المكان في هذا في المول اذا ولكن صدقوني لانه المدق دياله جا من اروح ما يكون وكيف ما كتشوفوه فقط مكونات بسيطة جوز المكونات رئيسية بالاضافة الى اجزين البيسكوي ديال اوريو او لا البيسكوي اللي استعملناه اذا كانت منه هالفيديو هذا يوصلكم وانتم اتم الصحة والعفية وكانت منه اعجبكم تعجبكم هذا الوصفة هذه وتجربوها الوليدتكم واذا جربتوها الوليدتكم ستقوني لانه ما غاديش تخلوا عليها لانها وصفة سهلة جدا ولكن رائعة رائعة في المدق اذا انا زينتاك كما تشوفوا شوية دي الكريم كراميل انتم ما يمكن لكم تزينوها باي حاجة بويتو مثلا الشوكولات ذايبة او لا مثلا فقط تقدموها غير هكك تضيفوا لها مثلا شوية دي مثلا شيمون كيهات اخرى انتم على الحساب الذوق ديالكم اذا اللي كان طلب منكم وهو انه ما تبخلوش علينا باللايكات ديالكم والله يجازيكم باخير حاولوا تقسموا هاد الفيديو هذا مع الاهل والاحباب ديالكم باش ما باش تعم الفائدة اللي كوم ولينا ونعود نقول لكم على ان هاد الوصفة اللي جربتوها راه الله ما غادي تخلوا عليها لانها اولا سهلة جدا وتانيا رائعة رائعة في المدق خصوصا للأوريو اللي فيها في الداخل وحتى البسكوين اللي فيها على برا اذا قادي تعجبكم بزاف بزاف اذا كانت مننا ما نكونش طفا تقيل عليكم وكانت مننا ما تبخلوش علينا باللايكات ديالكم وتعاليكم الجميلة و الى اللقاء في فيديو قديم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة